سباح الخير وأهلا وسهلا فيكن الألوان هنه جزء أساسي وكبير بعالم الموضوع وبس نحكي ألوان بنحكي عن أشياء أول شيء برسنل لأنه اللون هو شيء بخصنا لإلنا في ناس كتير بتتجه للون وبتلبسوا لأنه بيمثل شخصيتها كاراكتارها بيعكس هي كيف إذا هي إذا هي أشخاص بحبوا يكونوا أكتر انطوائية أشخاص بحبوا يكونوا أوت جوينج وكل حدا اللون بيعني له شيء وبيعبر من خلال الألوان على شيء معين فرح حب سلام أولي بدناية اليوم رح نكون عم نشوف ألوان أو color combinations لونين بينخلطوا مع بعض بيعطونا elevation للوك طبعنا كل الألوان تزبط مع بعض وما في قاعدة بتقول إنه هاللون ما بيمشي مع هيدا اللون بس اليوم رح أعطيكم tips تخليكم تعملوا ميكس للونين مع بعض وتشوفوا قدي بيعطي التقل وأستاتيك حلو للوك يلي لبسينه رح أبلش أنا وإنتوا بأول color combo لليوم وهي من fall trends أو الترنز يلي رح يكونوا درجين بفصل الشتاء وبفصل الخريف وهن هاللونين يلي بيطير العقل مع بعض البنة والأزرق brown and blue هن من اللونين يلي كتير بحبوا بعض وبس نجمعهم بلوك واحد بيبين إنه نحن حاطين تقلنا لنعمل styling كتير حلو وعارفين شو هن الألوان يلي بيزبطوا ع بعض وشو هن الألوان للtrending عمشوف تلات صور من لوكس مختلفة شوي شتوى وشوي inspired by spring وfall إذا بدنا نقول هيك بس اللوكس اللي بيقين كمان بيتضمنوا إشياء تتمشى معنا بفصل الصيف حتى هولا اللونين مع بعض البنة هو بيس درجة كتير ومن الألوان للtrending لها السنة يلي رح تبقى trending بأول صورة عمشوف هال skirt تاخد العقل يلي إلا سلت على الإجر باللون الأزرق مع هال cropped blazer يلي الكتاف طبعه بوفي أو big shoulders عنده كمان هاللوك كله بياخد العقل بينلبس على إيفنت حلوة بينلبس على red carpet بينلبس على مسرح حلو كتير هال combo وحلو السمبليسيتي يلي فيه تنورة ما فيه شي فيها هال elevation على منطقة الخسر يلي هي wrapping والblazer ما فيه شي إلا هال shoulders ومحتوط هال chunky earrings و necklaces عطول اللون البنة حتى إذا ال skin color طبعا كان غامق حلو كتير نكون عم نلبس accessories في عين إن كان من gold أو silver لأنه بيبرزوا كتير على هيدا ال skin tone بتاني صورة عمشوف هال classic fit pants يلي إله بليت أو كسرة بالنص محتوط مع هال sweater اللي هي لفصل الشطة كمان باللون الأزرق إذا منشوف وراي كل degradation للبنة وكل degradation للأزرق بيزبطوا يعني مش الأزرق الفاتح مع البنة الفاتح أو البنة الغامق مع الأزرق الغامق أي بنة مع أزرق بيتماشوا مع بعض بتالت صورة عمشوف a very light shade من البراون أو درجة كتير خفيفة من البنة ورايحة شوي صوب الباج مع ملا ستايلينج مع هال blue denim هال jeans الأزرق وهال chemise الأزرق ومحتوط هال pop bag باللون الأحمر الكمبينيشن كمان كتير حلوة كتير classic وبنفس الوقت كتير comfy وبتنلبس على أي محل حبي نروح عليه إن كان شغل إن كان outing أو أي ظهرة هال look casual وكتير مهدوم وانترنت رح كفى أنا وإنتو ونروح لعن second color combination لليوم وهي أكتر vibrant وهيكي من الألوان الفرحة وأكتر صيفية بس أنيتا شايفت أول slide اليوم قالت لي أبداً من جاهزة للألوان الغامقة أنا كمان مش من كتير محبي الشيطة بس كمان من جاهزة بعد إنه نفوت بهول colors dark colors فهيدي السلايد يا أنيتا أحلى واليوم متناسقة مع اللوك تبع جارج كمان الجرين من ألوان السنة يلي درجة كتير بالصيفية ورح تبقى معنا لفصل الشتة وراي هال combination يلي هي باللون الأبيض والأخضر مسائبة إنه السلايدز اللي وراي اخترت shade معين من الجرين بس هو أي shade من الخضار وأي shade من الأبيض بيعطوا combination كتير حلوة الناس يلي بدأت نسق هال combo بالصيفية فيهم يعتمدوا هال shade of mint green أو هال green pastel والأشخاص يلي عابلون ينسقوا الأخضر الأمرالد أو الأخضر الحشيشة الغامئ فيهم يكونوا عم بنسقوا أكتر صوب الفول أو صوب الشتة مع pants أبيض أو مع شميز أبيض أو vice versa بأول لك عم نشوف هال three piece set باللون light green والحلو كتير إنه كزا degradation من الأخضر يعني مش بس لابسة أخضر تنورة نفس أخضر البلايزر لا معمول mix and match لshades مختلفين بتاني صورة هال fall look المهدوم يلي بتخيل شهرين من هلأ بفتكر ببيروت بيصير كتير حلو هال style cardigan minimal شوية من الدفة منطلع على الجبل منسقع منلبس هال sweater أو cardigan مننزل ع بيروت منشلحها منضلنا بال tank top محدود هال jeans مع هال tank top أو ال eye shirt باللون الأبيض وهال cropped cardigan يلي كتير مهدومة باللون mint queen بآخر صورة كتير بشوف هال look بعده ملبوس هلأ على البحر إذا عنا بعد صفرات إذا ما خلصنا ال vacations طبعنا إذا ما أخدنا ال vacations طبعنا بعرف كتير عالم بنترو كله آخر شهر من الصيفية أو بنترو كتير بيتأخروا اللي ياخدوا vacation وقت العالم تكون راجعة من ال vacations هال look كتير مهدوم cargo fit pants شوي لوس على منطقة الخسر والإجرين ومحطوط مع هال كورسي يلي هي باللون كمان light green وجاية بالرقبة أو halter neck وكل ال styling كتير سمر مع هال white bag هال combo كتير حلوة ولو محبي الأخضر خليني شوفكن عم تعتمدوها لأنه عن جد مهدومة وات elevates the look لو حطين حيالة degradation تاني مع هال green كانوا يمكن باهتوا من بعد بس الأبيض والgreen يعطين قوة لللونين مع بعض بطريقة كتير حلوة رح نكفل عن third color combination لليوم وهي دي من ال combinations اللي أنا كتير بحبها وهي leopard أو meshed leopard أو animal print مع اللون الأحمر كأن هال print واللون الأحمر خلقوا لا يكونوا مع بعض حتى إنه ما ضروري يكون في قطعة حمرة بالlook إذا لبسين في ستان leopard تلقائيا عقلنا بيروح إنه نحط lipstick باللون الأحمر ال combo حلوة لأنه البنة والأسود نيناتهم لحالهم بيلبقوا كتير عن لون الأحمر ولأنه ال print قوية بدنا نكسرها بلون ما ياخد كتير من ال tension تبعها إنما يعطيها شوية equality يعني نقارن هال leopard print بالأحمر ونحطهم بمحال متوازي لحتى إذا شفت حدا لابس هال combo ما أقول إنه وين بدأت طلع على البانت ولا على الطوب ولا على الجاكت هيك بيعتوا combination كتير مهدومة بأول صورة عم شوف هال animal print pants وهاللوك شتوي مع هال oversize bumper jackets اللي هي من ال leather واسعة ومهدومة كتير موقعة شوف هاللوك بالشطة بالأخص على street looks على influencers لأنه كتير أستاتيك بتاني صورة هاللوك فينا نعتبره من اللوك لـ neutral لأنه البانتس هو ال leopard أو نقشة ال animal print والطوب هي تي شيرت بيضة محتوط هال belt لكلاسيك محتوط بلايزر كمان خففت من حدة لون البانتس إذا بدنا نقول وإذا نحنا مش من محبي هيدا ال print وعملنا هال pairing مع هال ballerinas باللون الأحمر يلي عطوا طوب للوك كتير حلو بخلونا نروح نظرنا على ال legs بعدين نطلع لنشوف كل اللوك equal مثل بعضو بآخر صورة عمشوف كمان more casual وأكتر summerish لأنه اللوك الشيرت يلي ملبوسة هي أكتر رقيقة وبتقدر تكون عم تنلبس eye shirt أو T-shirt باللون الأحمر مع هال cropped pants باللون ال leopard ومحتوط كمان sneakers ومحتوط هال bag يلي كمان بيلنبسوا ديلي على outing على المال مع أصحابنا حتى عاشية فينا نكون عم نعتمدون إذا وي elevated the look with heels أو pumps رح نروح أنا وإنتو لعند fourth color coordination و combination لليوم يلي فيكن تعتمدوها بال closet تبعكن ويلي حتى تعطي elevation لحيالله اللوك بتختاروه وهي blue and white blue and white أو blue and cream كمان هن من الألوان يلي كتير حلوين مع بعض حيالله درجة من الأزرق وحيالله درجة من الأبيض هاللونين حلوين وبيعتوا equally بيوجهوا نظرنا على اللون الأبيض وعلى اللون الأزرق قد ما منشوفه مع بعض وهلأ رح نعمل هالتست بالصورة الثانية وراي بأول صورة عمشوف هال classic foot shirt شميز ريية أو striped باللون الأزرق والأبيض محتوط مع هال classic foot pant مع هال belt والشوز يلي لونه off white أو أكتر بيجه تنسيق الأبيض على الأبيض كتير tricky إذا عندنا pants باللون الأبيض وعبالنا نحط له أكسسوار من belt من شوز ما نروح للون أبيض على الأبيض نروح أكتر لكريمي color bulky أو للون off white أو بيجي يبين إنه عبالنا نعمل هالفرق باللونين لأنه بس نحط أبيض على أبيض والأبيضين منون matching بيطلع اللوك شوي تاكي فهون إذا منتطلع منشوف إنه البلت مستقص ده تحطه باللون البيج ومش إنه مضايعة بين الشيد الأبيض والبيج هاللوك كتير حلو وكتير مهدوم ونظرياً عمشوف الأميس قد ما عمشوف البانتس بتاني صورة إذا منتطلع كل هاللوك بلو لابسة هالترنش كوت البلو وهي عم تمشي لابسة تحته بانتس باللون الأبيض وشوز بوت باللون الأبيض قدي كبر هالترنش كوت الأزرق بس بس نتطلع على الصورة ولا ممكن نضيع الشوز والبانتس أنيتا وجورج ما بعرف إذا عم توافقون الرأي بس قدي هالكوت طويل وكبير منشوف البوت هلا ما ننسى أنه هي ماشي بمحال في سترايبس أبيض على الأرض بس وين ما حطيناها بحيال لمحال منلاقي أنه قادرين نشوف قدي بارز اللون الأبيض مع أنه هو بارت كتير صغير من الجسم تارفي يمكن أنا كمان بعتقد لأنه يمكن طول الترنش كوت بخلينا نطلع كمان للآخر مزبوط فيه شقة شقة كمان فيه شقة وهي فيتحته بخلينا نشوف أنه قصد يكون الأبيض على الأزرق بس اللي عم جرب كمان قوله أنه قد ما كان البالنس يعني هون الأزرق كتير كبير والأبيض كتير صغير بعدك عم تشوف الأبيض هب يعني أنه اللونين مع بعض متنسئين ومتجنسين بشكل حلو يلي عاطين حق الأزرق وحق الأبيض بتالت صورة وآخر صورة من هالسلايد عم شوف هالفليرت بانتس يلي هو إن كلاسيك مع هالتون داون سكاي بلو شرت أو هالبلاوز يلي منسميها لون السماء يلي الأبيض طبعه كتير ريق وكتير حلو هالكمبو بتطلع بتاخد العقلة التيفي إذا حدا من الزملة لبسوها أنيتا رهف مايا كلكن برجالكن تحية إذا عم تحضروا بيطلع كتير حلو لأنه هاي دي الناكلاين على الهوى حلوة بالأخص على السبايا يلي شعرون قصير والبانتس والستايل كمان كلاسيك بيطلع كتير حلو إذا الفيت طالع زابط ومية بالمية الأزرق والأبيض هن من الألوان سيف وهن من الكمبينيشن يلي العالم تتجرق تجربها وبتحبها لأنه هن لوانين كتير يعني الناس بتحبون الأزرق كل العالق مساء أخضر فيه ناس بيقولوا أنه ما بحب الأخضر ما بلبوس أخضر بس أزرق بحيالها شيد من البلو طبعه فيه ناس بتحب تجربه وبتحب تعتمده بوقت معين رح روح أنا وإنتون عند آخر سلايد لليوم واللاست color combination وهي orange and beige مش أورنج وأبيض الأورنج والأبيض بيطلعوا اتنينهم كتير فئعين وكتير عاطين هيدا بالق وهيدا بالق ما أعرف إذا كلمة بالق هي كلوي بتستعمل بالعرب يعني بيطلعوا مبلقين مبلقين بس هو أعرف إذا صلحتي مبلقين هي اختلى بالق مبلقين يعني مبلقين يمكن إليها اسم تاني بس نحنا بالعمية منقول إنه بالق مفرق يعني مفرق عين كمان عم بيقولولي مفرق عين وهيك كتير أبيض وكتير أورنج وراي عم شوف هالشيرت يلي هي تاخد العقلة دريبينج تبعها لمنطقة الصدر ولونة أوف وايت ومعملنا بيرينج مع هالكلاسيك بانت باللون الأورنج فينا نكون عم نعتمد بالقلب البانت باللون الأبيض والتوب باللون الأورنج بس إذا منتطلع على صورة أنا وإنتو عن جد إيكويلي أو على قد بعض منشوف اللونين مع إنهم مقسومين بطريقة مش بروبورشنال منطقة البانت أكبر بكتير من الطوب بس قادرين نشوف هالكومبينيشن بشكل حلو بتاني صورة عم نشوف هالبيجي بانت أو أوف وايت محتوط على هاللوس سويتر أو كارديجن باللون الأورنج كمان كمبينيشن كتير لوسفت مهدومة كتير بتخيل العالم لابسينا على هيك on daily basis بيوروب راحين على الشغل حتى بس يبرد الطقس شوي فينا نستبدل هالسويتر بتي شيرت أورنج ونكون good to go مع هالسليبرز هالبيج مش هنروح بشنة البحر على المكتب بس بلك بيج توت باقي اللي بتخلينا نكون عمليين ومرتحين بنفس الويت بآخر والالتالت صورة عم نشوف هالأورنج مع هالسكيرت يلي لونة كمان بيجي بس كمان فيها print معينة والتون طبع الأورنج شوي فائع والقماشي لعبانة دور قدي هالكمبينيشن طالعة مهدومة مع بعض وهالستايلينج مع هالباك يلي جاي أورنج على رد بس بنفس الوقت مش اخدق أبدا من التنشن ولا الشميز ولا التنورة عم تخلينا نطلع على اللوك من فوق لتحت إذا منحب هاللوك وإذا حبين هاللون أو لا إذا بيخلينا الشخص يلي لابس اللوك تبعه نطلع من فوق لتحت أو من تحت لفوق هي ساين كتير حلوة لأنه عم نخلي العالم يشوفوا اللوك من فوق لتحت ونحن يعني عملنا شغلتنا وهيدا الهدف ووصل الهدف ما بحب أنا شوف هولي الأشخاص بتعرفوا هول عالم اللي بيلتقوا فيكم بسيروا يتطلعوا من فوق لت مش هيك قصدي أنا ما بحبون أبدا هولي بتصير إنه هيك بس طعفة هولي أفضل من إنه الأشخاص اللي بيتطلعوا بس تبرمي مزبوط خلصة كمان أنا بحب اللي بيتطلع كله بيقول حلو أو مش حلو بس إنه هيك يتطلعوا من فوق لتحت سكانر بدون كومان بدون كومان أو قولوا بشح أو حلو أو ما تتطلعوا طلعوا دانا عندي سؤال قبر كتكفع أو في اسألة سؤال لأ فيك تسألات أنت كفاشن كونسولتنت بتحسي عندك الجرأة عن جد إذا شفت صبية بالشارع بالمول محب بيت الستايل تبعها تجي تقليلها لأ ما بإلا أنا كترح لك شوفك عنه لأ لأنه تخاف على شعور العالم بس إنه فضل فضل إنه ما أقول لحدا شي بيأزي بس إذا بيأخذ رأي وليبس شي مش حلو بيأخذ إذا سألتك إذا سألوني بيأخذ إنه بعيد لبعيد كيف يعني يعني بترصدي لأ هل يجب أن تلبس مثلا مضبوط تقول إنه إنه تساعد لأنه مثلا يلبق على بودي طيب طبعا هيك الاسكن طلعي طبعا كتير حلو حرام لابسة هيك أحيان كتير أحيان بشوفكم على الهواء وبقول يا الله أني تتا اليوم هيك عملي شعره على هالطوب كان يتلع كتير حلو مربوط ماذا بتقولين كيف؟ لا بقلكن أحيان بس أحيان بس كونوا صرتوا على الهواء وبعرف إنه أحيان واحد بيطلع بشي كمان بيرايحو بيشبهو ونحنا بي مورنينج تاك وبيتاك شو وين بدنا نكون كون كونفتبل ومرتحين ومش عاملين شي أوفر بس إنه هالتايب من الشرت بيلبق لهاي الشعار كتير شفتك من كم يوم لابسي شي مسكر أكتر وقلت إنه هي شعر مربوط كنت لعليا كتير حلو يمكن مش للهواء بس إن جنرال هالتايب نحنا قات 365 يوم إنك تكوني عبتنقى دايما كل أوتفت تكون صح إلا ما تقطع مع الشعر والأكساسوريز صح وزوق وضو ومين متناسق مع مين وشو القيام وكل هالخبار وشاردينها إن شاء الله تكونوا حبايتوا هالسيجمنت هيك حسيت حالي ما ختمت لأنه ومنشوفكم من داي إن شاء الله بغير سيجمنت كمان مهدومة كتير قولونا رأيكم عطول على مورنينغ تاك وخلينا أعرف إذا عم تحبوا تفاشن تاكس Thank you